عندما تصبح الأرض للفلاحين والمصانع للعمال والسلطة للسوفيت إذ ذاك نعرف من أجل ماذا نقاتل وسوف نقاتل من أجله ملخص كتاب عشرة أيام هزت العالم تأليف الصحفي الأمريكي جون ريد بصوت حسن الرواشد مرت الثورة الروسية بمراحل كثيرة تبدلت خلالها المواقف والمصالح أيضا فمنذ مارس عام 1917 الوقت الذي تنحى فيه القيصر مرغما عن عرشه وحتى نوفمبر من العام ذاته شهدت روسيا أحداثا عظيمة وقف أمامها التاريخ طويلا كان العملاق الروسي في حرب مع ألمانيا على الحدود التي تفصل بين الدولتين وفي الداخل كانت الحرب الأهلية قد أوقدت الشرارة الأولى للثورة الروسية الكبرى اختار الشيوعيون البلاشفة طريق الثورة المسلحة ضد فساد واستبداد الطبقات المالكة بينما تبنى الاشتراكيون المناشفة مذهبا إصلاحيا يدعو إلى التحالف مع الطبقة البرجوازية لسماح للمجتمع أن يتبنى الفكر الاشتراكي بشكل تدريجي وطبيعي وذلك ما قاد إلى الصدام بين أكبر حزبين في روسيا وأفضاء أخيرا لاشتعال الثورة الروسية من جديد فما هي أبرز المحطات التاريخية لهذه الثورة التي بدأ بها القرن العشرون وكيف انتهت بسيادة المبادئ الشيوعية على الأرض الروسية الفصل الأول فشلت حكومة المناشفة في تحقيق مطالب الثورة لذلك انهارت شعبيتها أمام شعبية البلاشفة احتل الحزبان الأكبر في روسيا واجهة المشهد إبان الفترة التي شهدت فيها البلاد بداية ثورتها الكبرى وهما حزب البلاشفة وحزب المناشفة وفي سعيهم للسيطرة على مقاليد الحكم والتخلص من روسيا القيصرية اصطدمت أفكار الحزبين معا وقسمت الشارع الروسي إلى جزئين ويعد المناشفة ممثلين للحزب الاشتراكي المعتدل والمحافظ والذي يسعى إلى التوازن بين الطبقة المالكة الغنية وطبقة العمال في تحقيق الاشتراكية ولذلك كانت مبادئهم تقتضي السماح للمجتمع الروسي بتقبل الأفكار الاشتراكية بشكل تدريجي والسماح للاشتراكية بالنمو بشكل طبيعي في المجتمع بينما مثل البلاشفة الحزب الثوري وهو الحزب الشيوعي الذي يسعى إلى ثورة البلوريتاريا بشكل مباشر ليتمكن من فرض الاشتراكية من خلال السيطرة على موارد الإنتاج في الدولة ومنذ عزل القيصر في مارس عام 1917 والبلاد على صفيح ساخن لم يتحقق أي من مطالب الثورة فلا سلم تحقق بشأن الحرب مع ألمانيا ولا أرض أعطيت للفلاحين ولا عمال تحسنت معيشتهم لا يزال الاشتراكيون المناشفة ينتظرون انعقاد الجمعية التأسيسية التي ستتولى تحقيق أهداف الثورة وبسبب انحياز المناشفة للطبقة البرجوازية وتحالفهم معها جعل الطبقة العاملة البروليتاريا تنبذهم وتدعم البلاشفة صحيح أن البلاشفة مطرودون ومغضوب عليهم منذ عزل القيصر لكن برنامجهم واضح ومحدد وكانت أولى مطالب البلاشفة هي السلم مع الألمان والانسحاب من معارك الحرب العالمية الأولى ثم التفرغ لإقامة الجمهورية الروسية على أسس اشتراكية تكمن في توزيع الأراضي الزراعية على الفلاحين والمعامل على العمال من جهة أخرى كانت الطبقات المالكة تسعى لاستمرار الحرب في ذلك الوقت كان أتباع الجنرال كورنيلوف من القوزاق يستعدون للهجوم على بيتروغراد ومع اقتراب القوات الألمانية من حدود المدينة كان البلاشفة يكررون مطالبهم بتحقيق أهداف الثورة وتواصل سعيهم الحثيث لإقامة المؤتمر العام للسوفيت في نوفمبر لكن الحكومة كانت تتحايل لمنع إقامته وهكذا ظلت بيتروغراد تتجهز لاستقبال حدث عظيم الفصل الثاني لينين يعود من ألمانيا ويدعو إلى انتفاضة مسلحة تتسبب في حرب أهلية تقدم الجيش الألماني حتى بلغ حدود بيتروغراد مما دع الحكومة المؤقتة التي تم انتخابها بعد الثورة على القيصر إلى اقتراح التخلي عن مدينة بيتروغراد وسبب هذا الاقتراح عاصفة من الغضب الشعبي فاستغل البلاشفة هذا الغضب وحولوه لصالحهم وفي يوم الأحد الرابع من نوفمبر أعلن المجلس المنتخب في بيتروغراد والمعروف بالسوفيت عن خطة لعقد اجتماعات ضخمة في أنحاء مدينة بيتروغراد ظاهرها جمع تبرعات للتنظيم والصحافة وباطنها إظهار قوة السوفيت من جهة أخرى عينت الحكومة المؤقتة كاشكين وزير التربية السابق وأكثر الوزراء المكروهين من قبل أهل بيتروغراد مفوضا خاصا لحفظ الأمن والسلام في المدينة كما أغلقت صحيفتين تابعتين للبلاشفة ووقف كارنيسكي في اجتماعاته مع عضاء حكومته يحرض صراحة ضد البلاشفة لكن لينين والذي عاد حديثا من منفاه في ألمانيا كان قد وضع اللمسات الأخيرة على خطة الانتفاضة وبالفعل انطلقت في تمام السابعة من صباح اليوم السابع من شهر نوفمبر إذ تحركت قوات الجيش الأحمر المكونة من العمال فهاجموا مقرات الحكومة واعتقلوا أغلب رجالها بعد ذلك اندلعت حرب أهلية في روسيا بين الطبقات المالكة وبين البلاشفة الذين كانوا يحسمون القتال لصالحهم في أغلب المناطق وتواصل توسعهم حتى تمكنوا من اقتحام قصر الشتاء وإلقاء القبض على كل من بداخله وهكذا سقطت الحكومة المؤقتة لينعقد بعد ذلك مؤتمر السوفيت العام ودعا البلاشفة إلى وقف الحرب بشكل فوري كما نادوا بانتقال ملكية الأراضي إلى الفلاحين فضلا عن تحريضهم بقية العمال والفلاحين خارج بيتروغراد على الثورة أسوة بما فعله إخوانهم في بيتروغراد فهل يستجيب الشعب للبلاشفة؟ اقتباس فبقفزها دفعة واحدة من القرون الوسطى إلى القرن العشرين كانت روسيا تكشف للعالم المشدوه بين نظامين من أنظمة الثورة النظام السياسي والنظام الاجتماعي في صراع مميت بينهما الفصل الثالث الشعب يستجيب لدعوات لينين وحكومة كيرنسكي تحاصر بيتروغراد وتوجه ضربات للثوار في التاسع من نوفمبر أعلن رئيس الجنود القوزاق دعمه لحكومة كيرنسكي ووصف أعمال البلاشفة بأنها أعمال إجرامية وأمر كيرنسكي الجنود في بيتروغراد الذين اتبعوا البلاشفة أن يتراجعوا عن موقفهم كما استولى على مدينة جاشينا الواقعة على بعد ثلاثين كيلو مترا جنوب غرب بيتروغراد وهكذا عمت الفوضى الجبهة الثورية وانقسمت حاميات المدن الصغيرة فكان كبار الضباط يدعمون الحكومة المؤقتة وكانت الرتب الصغيرة تؤيد البلاشفة الذين أنشأوا اللجنة العسكرية الثورية ثم عينوا النقيب مورافييف للدفاع عن بيتروغراد التي تعاني عزلة وحصارا من القوزاق وجيش كيرنسكي من جهة أخرى انطلقت الجماهير من الفلاحين والعمال يلبون نداء لينن بالثورة فانتفض الشعب في قازان وكييف وبدى كأن الزحف غير قابل للإيقاف كثرت الإضرابات والاحتجاجات فانطلق الجيش الأحمر يصادر الصحف الناطقة باسم حكومة كيرنسكي وكانت الخطب الحماسية للبلاشفة عامل جذب للعمال والفلاحين الأمر الذي استغله لينن وأعلن عن موعد انتخابات الجمعية التأسيسية التي ستتولى تنفيذ مطالب الثورة في ذلك الوقت كانت بيتروغراد محاصرة من جنود كيرنسكي وقوات القوزاق فأخذ الجيش الأحمر في المدينة يستعد للاشتباك مع الجيوش التي تحاصرها الفصل الرابع الثوار يصمدون أمام قوات الحكومة ثم ينتصرون عليهم ويفكون الحصار المفروض على مدينة بيتروغراد في الحادي عشر من نوفمبر تمكن كيرنسكي من الدخول إلى مدينة تسارس كويسيلا على رأس جيش من جنود القوزاق لكنه ارتكب خطيئة كبرى حين دع القوات المحايدة في المدينة إلى تسليم سلاحهم وأمهلهم مدة لذلك ثم بدأ يقاتلهم وبذلك ازداد أعداؤه واشتبك معهم فيما وقعت معارك دامية من أجل السيطرة على بيتروغراد بين الجيش الأحمر التابع للبلاشفة وقوات الجيش الأبيض اللينكرز التابعة لحكومة كيرنسكي انتهت بخسارة اللينكرز الذين فروا هاربين وألقي القبض على من بقي منهم ثم سيقوا إلى سجن بوترس بوليس وتمكن الثوار من إسقاط المنشآت الخاصة بوزارة الاتصالات جاءت قوات كيرنسكي بقطارات تحمل مدافع تم توجيهها إلى بيتروغراد فعقد لينن اجتماعا للجنة العسكرية الثورية وقرر أغلبية الأعضاء وجوب القتال بكل الأسلحة المتاحة وفي اليوم التالي توجهت الأنظار نحو المدينة التي تتنازعها قوات الثورة والثورة المضادة في ذات الوقت احتدت المناقشات داخل الكريملين بموسكو تطالب تشكيل حكومة اتلافية تضم كل الأطراف بما فيهم البلاشفة لكن هذا الاقتراح قد رفض كما رفضت الهدنة التي دعا إليها البلاشفة وهكذا احتدم القتال أكثر فأكثر وفي فجر اليوم التالي جاءت أخبار هزيمة كيرنسكي وتراجعه عن بيتروغراد وهكذا بدأ الجيش الأحمر يزحف نحو العاصمة موسكو ليحسم القتال هناك لصالحه كما حسمه في بيتروغراد فهل ينجح؟ اقتباس هكذا هرب كيرنسكي وحده متنكرا بزي بحار وخسر بذلك ما تبقى من شعبية له عند الجماهير الروسية الفصل الخامس الجيش الأحمر يدخل موسكو ويهدد بقصف قصر الكرملان إذا لم تستسلم قوات الحكومة بعد قتال عنيف نجحت قوات الثورة في السيطرة على المزيد من الأراضي في تسارسكويسيلا وتم طرد قوات كيرنسكي وتقهقر أعداء الثورة إلى الخلف كما تحول الثوار من مجموعات هلامية من العمال والفلاحين والبحارة إلى جحافلة على استعداد للموت في سبيل نجاح الثورة واستمر القتال في أغلب المدن الروسية بما فيها العاصمة موسكو إذ تحصن الجيش الأبيض بمبنى الكرملان حين كانت قوات الثورة تكيل لهم الضربات من كل جانب قصفوا مجلس الدومة والمصارف والفنادق كما هددوا بقصف الكرملان إذا لم يتم تسليمه لهم وسرعان ما هرعت الجيوش وقادتها يؤيدون اللجنة العسكرية للثورة التي أوشكت على تحقيق النصر ودخل الجيش الأحمر شارع زاقورودني أمام أعين الحاقدين من أعدائهم البرجوازيين وهناك وجه البلاشفة مدافعهم نحو آخر معقل للبرجوازية في البلاد مبنى الكرملان ولم تسلم الكنيسة الأرثوذكسية المقدسة من قصف البلاشفة وفي الخامس عشر من نوفمبر استسلم الجيش الأبيض وغادر قصر الكرملان دون أذن ليتم حله بعد ذلك أطلق سراح الأسرى من الطرفين بعد معاهدة الاستسلام ليسيطر البلاشفة على موسكو بشكل كامل الفصل السادس الثوار يستولون على السلطة ويبدأون في تنفيذ مطالب الثورة والتخلص من أعدائهم وفي أول اجتماعات الحكومة المكونة من البلاشفة وبقية الأحزاب الاشتراكية اقترح البعض إبعاد لينين وتروتوسكي عن المشهد كما اقترحوا فك الحظر عن الصحف الناطقة باسم البرجوازيين تحت حجة حرية الصحافة لكن البلاشفة رفضوا تلك الاقتراحات بل وقرروا مصادرة أملاك تلك الصحف مما أدى إلى انسحاب المناشفة من الحكومة فشكل لينين حكومة جديدة كان كل أعضائها من البلاشفة وهكذا تبقى أمام لينين خطر قوات القوزاق الذين بعثوا بوفد يستفسر عن نية لينين تجاه أراضيهم فطمأنهم لينين بأنه لن يأخذ إلا من كبار الملاك فقط دون المساس بصغار الملاك وبذلك ألقى الكرة في ملعبهم فتخلصوا من قادتهم بأنفسهم وأعلنوا تأييدهم للبلاشفة بذلك أحكم البلاشفة قبضتهم على البلاد فعاد الموظفون لوظائفهم ودخلت روسيا في معاهدة سلام مع ألمانيا ثم تقرر تأميم المصارف وأعيد تنظيم الجيش على أسس ديمقراطية من التغييرات الجذرية التي طرأت على الدولة الروسية بعد ذلك كان نعقاد مؤتمر الفلاحين حيث دعا لينين إلى ضرورة تنفيذ قانون الأرض بما يسهل انتقال الأراضي الزراعية للفلاحين ولما رفضت الطبقات المالكة الانتثال لقراراته دعا لينين الفلاحين لانتزاع الأراضي بالقوة إذ إن ذلك هو السبيل الوحيد لإبراز قوة الثورة ولما هاجم الاشتراكيون الثوريون تلك الطريقة في انتزاع الأراضي وصفهم لينين بالمترددين إذ قال بأن المترددين لا مكان لهم في الأوقات المهمة والخطيرة كالثورات والحروب فقرة بارزة من الكتاب لم يستلم البلاشفة الحكم بالمساومة مع الطبقات المالكة أو مع القادة السياسيين ولا بإرضاء جهاز الحكومة القديم لم يستلم الحكم بواسطة عنف منظم مارسته زمرة قليلة العدد فلو لم تكن الجماهير في جميع أنحاء روسيا مستعدة للثورة لأخفقت محاولاتهم الخاتمة كان الصراع خلال أشهر الثورة الروسية بين طبقات عاملة متمثلة في العمال والفلاحين من جهة وأصحاب الأراضي والمصانع من جهة أخرى قوم مصالحهم مرتبطة بنجاح الثورة يريدون الأرض والسلام والديمقراطية وحقوق العمال وآخرون يهدفون للاستحواذ على كل شيء باعتباره ملكا لهم وكان لكل منهم مؤسسات تعبر عنه المجالس السوفيتية التي يسيطر عليها البلاشفة والحكومة المؤقتة بما فيها من مناشفة يسعون للانفتاح على جميع الأطراف وثورة مضادة ترى ضرورة سحق الثورة بلغت بها الكراهية للثورة حدا جعلهم يؤثرون احتلال روسيا من قبل الألمان على أن يحكمهم البلاشفة وهكذا تواصل الصراع حتى حسمه البلاشفة لصالحهم في النهاية